بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والراجعة الشرعية. النهاردة هنتكلم على آآ رموز آآ لو شفناها في المنام فنهرف ان ان شاء الله آآ في تحقيق آآ امنية آآ كان الرأي بيسعى لتحقيقها فان شاء الله بتكون بشارة بتحقيقها. هنتكلم على آآ رموز جوية ممكن تكون خاصة بالفتاة العزباء آآ يعني بشكل خاص. هنتكلم على رموز خاصة بالمرأة المتزوجة للمرأة المطلقة للحامل ممكن كمان للرجل فهنحاول نجمع اكبر آآ رموز من الرموز المبشرة دي. اول رمز لما تشوف الفتاة العزباء النجوم. رؤية النجوم في السماء والسماء آآ صافية دي برضو دي من الرموز المبشرة لها بتحقيق امنية وبتحقيق شيء كانت دايما بتسعى او بتكدهد ان هي توصله. آآ كمان رؤية السماء مليانة بالنجوم دي برضو من الرموز المبشرة باخبار آآ سعيدة باخبار مفرحة آآ سواء برضو اللي شاف الرؤية دي آآ امرأة آآ عزباء او حتى لو كانت امرأة مطلقة او آآ متزوجة. كمان آآ لما تشوف الفتاة العزباء البط. لما تشوف البط وهو بيعوم في المية فآآ من الرموز المبشرة بتحقيق امنيات وامنيات كبيرة آآ ليها. كمان ممكن يكون اشارة للزواج. او التقدم او النجاح سواء في درستها او في آآ عملها. كمان لما تشوف ان هي اكلت آآ ملح البط ده. فبشرة لها بتحقيق امنيات وبتحقيق احلام. كمان باعلوه شأن آلية. كمان الفتاة العزباء ما تشوف التماطم. التماطم في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنيات. يمكن بعد جد. بعد تعب. بعد مشقة. بعد سعي منها. آآ كمان لما تشوف ان هي آآ آآ بتصعد جبل. آآ صعود الجبل دي محاولات منها او سعي منها لتحقيق شيء بترغبه. كل ما آآ صعدت آآ كل ما كان الانجازات اللي هتحققها هتكون اكبر. الرؤية اللي بعد كده لما تشوف ان هي وقفة تحت المطر. وتشوف ان المطر آآ لطيف معاها او هادي. آآ مفيش منه ضرر. آآ ممكن نكون كمان وقفة للا هي بتتوضى او بتتطهر من مية المطر او بتختسل. آآ كل دي من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنيات بتسعى آآ ليها. كمان اقامة الصلاة برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنيات. كمان آآ من الرموز رؤية الماعز. رؤية الماعز الصغير في المنام برضو آآ بشارة بتحقيق آآ هدف بتحقيق آآ تموح كانت البنت بتسعى او بتتمنى ان هي آآ آآ تحققه. آآ كمان رؤية النقود الورق. النقود الورق آآ في المنام آآ من الرموز اللي برضو المبشرة للمرأة الحامل آآ بولادة آآ سهلة وبطفل آآ معافة. كمان شرب المية. شرب المية الصفية في المنام لحات مرأي آآ يشوف نفسه ان رتاوة او انه شبه. آآ فبردو دي من الرموز اللي بتدل على كدوم خير وبركة وتحقيق شيء الرائب يا دمناه. لو كان بيسعى العمل فعمل لو كانت بتسعى لزواج فهب شهرة لها بالزواج. كمان آآ من الرموز برضو آآ الرؤية الاستحمام. الاستحمام برضو من الرموز اللي بتدل على خلاص من الهموم وكمان على تحقيق امنيات كان الشخص بيسعى آآ لي آآ تحقيقها. آآ سواء اللي شاف الرؤية دي رجل او آآ امرأة. آآ كمان آآ من الرموز لما يشوف للشخص ان هو آآ آآ بيصلي الفاجر. يشوف ان هو آآ آآ انتقل آآ آآ من بيت لبيت افضل. كل دي من الرموز اللي بتدل على تبديل آآ في اموره وتحقيق آآ آآ حلم لي. آآ كمان لما تشوف المرأة المتزوجة ان آآ آآ ترساها اتخلع او آآ آآ سقط وي آآ سقط آآ في حجرها آآ آآ وشافت ان في سن بدأ ينبت مكانه تاني آآ آآ فدي من الرموز اللي بتدل على حملها آآ 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 بولد وولد هيكون آآ آآ بار لو كانت آآ آآ لو كانت أمنياتها ان هي آآ تحمل. آآ آآ كمان المرأة المتزوجة برضو لو كانت آآ آآ بيداده آآ آآ بيداده بفرصة عمل وشافت التراب في المنام فبرده من الرموز المباشرة لها بالرزق بالآآ بعمل جديد آآ آآ لزوجها والعمل ده هيكون براتب آآ آآ كبير آآ آآ كمان من الرموز اللي بتدل على ان هي هترزق بأموال الاموال دي بدون تعب او بدون آآ 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 معاناة. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتشتري آآ 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 برطقان في المنام فشراء البرطقان من الرموز المباشرة لها بسعف الرزق برضو لو كانت آآ 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 الخضرة رؤية المزرع الخضرة في المنام برضو بشارة بتحقيق امنيات امنيات يمكن طال انتظارها او كان رأي بياسها وراها من فترة طويلة سواء اللي شاف الرؤية دي امرأة بقى حامل او متزوجة او حتى رجل كمان لما تشوف الفتاة العزباء برضو لو كانت بتدعو بالزواج او بدتمنى الزواج وشافت نفسها في فراش الزوجية مع رجل في المنام فدي من الرموز اللي بتدلها على زواجها القريب كمان من الرموز برضو لما تشوف البنت برضو نها بتشتري ثوب جديد او ملابس جديدة فدي برضو بشارة لها بالزواج بالعمل كمان المرأة المتزوجة بشارة لها بالحمل كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتشتري ثوب جديد فبشارة لها بارتباط جديد كمان بشارة لها بعمل لو كانت بتسعى لعمل او بتتمنى عمل دي جدا هكتأمل الرموز او اهم الرؤى اللي ممكن نشوفها في المنام فاتبشرنا بتحقيق امنية سواء رموز خاصة للفتاة العزباء او للمرأة المتزوجة او للمطلقة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا شاء الله رد عليكم بشكركوا جدا وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام اشتركوا في القناة